طبعا دكتور وليد الحقيقة فعلا انه بعض المشاكل بتبقى نتيجة حب زائد ففي تدخل في الحياة اسرار على بعض قيم عائلات زي مثلا الاب يقول لا كل الولادة هسكنوا في نفس العمرة دي وانا جايب للولاد ناء وكله يسكنوا مع بعضه وينتج عنده مشاكل يا ترى الزوج او الزوجة يعمل اي في الموقف اللي زي ده؟ ببساطة شديدة جدا اي حد بيتجوز لازم يبقى يقر في وجدانه انها طالما قابلت بشريك الحياة فبالتباعية بقبل بكل الملابسات الاسرية بتاعته فاكت كومبليئ يعني اه طبعا داخل البيت من باب وعارف الدنيا ماشي ازاي وبعن المسأل في مصر بيقولك من وشة كيبان يا دغي اللبان ده من اول قاعدة ما انا ما عشبت قاعدة لا ببقى عارف المفاتيح مع مين ومين متحكم ومين مسيطر من اول قاعدة فطبعا باللص بقى اللي احنا ليه دايما بناخد موقف سلبي من الحمى او الحمى صغير او رجل او ست نتيجة افعاله طب ليه ما نتفهمش دافع السلوك حتى لو احنا مش متقبلنا يعني ليه ما نقولش مثلا ان ممكن نمط الشخصية بتاع الام هانا رجسية عندها حب تملك عندها حب السيطرة ما انا مش نكمل حياتي بقى عشان نعالج الناس يعني انا عايز عيش يعني نعمل توافق بلاش نعالج التوافق ده انا ممكن موسع للشخصية انا شخصية ممكن موسع لحماتي شوية ادي لها بعض المقتصابات الوهمية اللي هي ترويزاتها وتشبع عندها الرغبة في السيطرة وانا مش خسران حاجة موكلان معلوش جمرج اشتركوا في القناة